السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد أمر الله تعالى النبي وسائر المسلمين في كثير من آي القرآن الكريم بالاستقامة وتوعد المستقيمين بخير عظيم وربط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالاستقامة وذلك في معرض إجابته طلب أحد الصحابة عن قول في الإسلام يغني هذا الصحابي عن سؤال أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فما مفهوم الاستقامة ومعناها وكيف تتجلى مظاهرها العملية وما الثمرات الفردية والمجتمعية للاستقامة الاستقامة مظاهرها وثمراتها هو موضوع حلقة اليوم الذي أبحثه مع ضيف هذه الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلاً وسهلاً بكم دكتور أهلاً بكم أستاذ المشاهدين وأستاذ جهات آيات كثيرة أمرت المسلمين بالاستقامة وحضت عليها كما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك التي وردت في سورة هود ثم في قوله تعالى أيضاً إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كما وردت في سورة فصلت في ضو هذه الآيات ما معنى الاستقامة ما مفهومها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا هو بعد أسأل الله تبارك وتعالى هو ربنا ونحن عبيده أن يتجاوز عننا وعنكم وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم الاستقامة من التقويم وهي بمعنى ملازمة الأمر القويم والصالح أو الصراط المستقيم على حد الاعتدال والتوسط من غير ميل لا يمين ولا يسار أو انحراف هنا أو هناك وقد تطلق أيضا على الوفاء بالعهود كما في قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم والسين واتأوا فيها للمبالغة في التقويم وقيل الاستقامة هي ملازمة المنهج القويم الذي جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي المعتقدات في الظاهر وفي الباطن في السر وفي العلن هذا هو معنى الاستقامة يعني ببساطة أن يستقيم العبد على منهج الله رب العالمين دون انحراف أو تقصير طبعا هذه الاستقامة بهذه الصورة تحتاج إلى جهد كبير وإلى عمل متواصل فلذلك يعني الله تبارك تعالى يعلم أن البشر حالتهم يعني قد لا تصل بهم إلى هذا فهم أصحاب أغيار وأصحاب فتور وأصحاب كسل وأصحاب همة يعني قد تأتيهم الهمة وقد يعتليهم الفتور وقد يبتلوا بالكسل والقعود وحب الراحة وحب الدعا فالله هو الذي خلقنا وعلم شأننا ورضي منا هذه الأحوال وعالجها فينا وعالجها فينا وجعل لنا فيها ما يعالجها ولهذا رضي منا في هذه الحالات بالسداد والمقاربة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقالبوا وهذا حديث أبي هرير في الصحيحين وأيضا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هرير أيضا قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدو والدلجة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل للاستقامة بديلا وهو التسديد والمقاربة كما أن الإنسان يرمي بالحجر فيقترب من الهدف فالصورة الأعلى والنموذج الأمثل أن تصيب الهدف فهذا هو حد الاستقامة أما إذا يعني اعترتك بعض الأمراض أو بعض العلل أو بعض القصور أو بعض الكسل أو بعض العوار مما يعتري البشر وهو مركب فيه فهنا الله تبارك تعالى رضي منا بهذا ووجهنا إلى السداد والتسديد والمقاربة من الاستقامة ومن منهج الاستقامة فالسداد هنا هو البديل للاستقامة وليس البديل للاستقامة القعود والفتور والرضى به ثم الخروج عن منهج الله رب العالمين إلى والانحراف عنه والركون والعودة إلى الجاهلية إلى ما كان الإنسان فيه في الجاهلية قديما ولذلك الله ذكر هذا المظهر من صفات المنافقين فقال جل جلال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مترددين متحيرين مضطربين بين فئتين عظمتين فئة الإيمان عظمة يعني في الحجم فئة أهل الإيمان وفئة الكفر فهو متردد مضطرب بينهم يريد أن يذهب إلى الكفار لكنه يعمل حسابا لأهل الإيمان حكي لا يكشف أمره عندهم ويريد أن يذهب إلى أهل الإيمان وهو يريد أن ينضم إلى أهل الكفر في الحقيقة في داخله لكن ميله إلى أهل الإيمان للمخادعة فقط فلذلك قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولهذا في الحديث عن ابن عمر كما في صحيح مسلم يقول إن مثل المنافق كشات العائرة بين غنمين العائرة يعني الحائرة المترددة المضطربة المذبذبة هي حائرة مضطربة بين غنمين بين قطعين من الغنم بين ربضين يعني لا تدري إلى كما في رواة النساء لا تدري إلى أيهما تتبع أو تميل وفي رواية أخرى قال كلما جاءت هذه نطحتها وكلما جاءت هذه نطحتها يعني حتى نفس الغنمين يعني لا يقبلان هذا التردد وهذا التذبد دكتور يعني حقيقة لا بد من الوقوف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي سفيان بن عبد الله وسأله عن قال له قل لي عن قول دلني على قول في الإسلام لا يحيجوني إلى أن أسأل أحدا غيرك فقال له قل آمنت بالله ثم استقن هذا يعني هنا الصحابي سأل عن قول فقال له قل آمنت بالله بعد ذلك قال ثم استقن فهذا تفسير هذا الحديث تفسير الاستقامة انطلاقا من هذا وثم هل هي تراتبية هذا العطفون تراتبي بمعنى لا يتم الاستقامة إلا بالإيمان أم ماذا كيف يمكن تفسيره أي ونعم هذا الحديث الصحيح الجليل الكبير يعني القليل في كلماته العظيم أي ونعم في دلالاته هذا سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية لا يعني لا يحتاج إلى شيء بعدها ولا إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال يعني أنا أريد منك وصية جامعة مانعة فقال له قل آمنت بالله ثم استقن هنا قل آمنت بالله هو الرجل الذي جاء مؤمن أم كافر مؤمن فلماذا قال له قل آمنت بالله ثم استقن أي حقق معاني الإيمان بنوعين معنى الإيمان الاعتقادي فجرده من كل شوائبه حتى يخلص لك التوحيد وحقق معنى الإيمان الشعوري والسلوكي والعملي فالتزم به ولا تفرط ولذلك البخاري يقول بواب على حديث إن أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله أدومه أو ما دوم عليه صاحبه هو ما استقام عليه فأحب الأعمال ما استقام عليه فهذا هو الملحظ هنا أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه صاحبه فلذلك قال له قل آمنت بالله أي حقق الإيمان الاعتقادي وحقق الإيمان العملي وأدم على هذا كما قال الله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا فهو يناديهم بالإيمان ثم يطالبهم به لا الإيمان الذي وصفهم به وناداهم به غير الإيمان اللي هو مطلوب فلذلك الإيمان المطلوب هو الإيمان السلوكي العملي أي التزموا به وحرروه أنتم حررتم من الإيمان الاعتقادي تمام هذا من فضل الله عليكم ومن نعمته لكم ومن منحه الجليل لكم أن هداكم للإيمان إذن فحرروا الإيمان العملي والتزموا به في حياتكم طيب فقل أمنت بالله ثم استقم نعم هذا دليل واضح على أن الكفار ليسوا مستقيمين ولن يستقيموا لكم ولذلك قال الله تبارك وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم وإذا لم يستقيموا ولأن الله يعلم أنهم لن يستقيموا فلستم مطالبين بالاستقامة لهم إذا لم يستقيموا لكم فلهذا العلاقة نعم بين الإيمان والاستقامة علاقة وثيقة العرى متينة الصلاة لهذا المسلم أو المؤمن ينبغي أن يكون مستقيما ولن يكون مستقيما إلا إذا حقق الإيمان لأنه لماذا يستقيم على منهج الله هو يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويثق فيه ويرغب فيما عنده ويخاف عذابه كل هذه هي العوامل التي تساعده على الاستقامة كيف تتحقق هذه الصفات الجليلة من غير الإيمان لن تتحقق من غير الإيمان لكن هذا سؤال ذو صيلة دكتور محمد يعني مناط أو الجوهر الذي تكمن فيه الاستقامة هل هو في الأقوال أم في الأفعال أم مقرها في النيات والقلب لا هو الاستقامة محلها الجوارح كلها محلها القلب الاستقامة في التوحيد والنيات فلا ينحرف بنيته إلى الخلق إنما يستقيم ولذلك قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم لهم واحد فاستقيموا إليه أي بنياتكم وتوحيدكم وقلوبكم وأيضا فاستقيموا إليه بأعمالكم أطلبوه بأعمالكم واقصدوه فيها إذن فالاستقامة بالقلب أي بالتوحيد والنية جردوها عن كل ما سوى الله تبارك تعالى وأيضا هي متعلقة بالاستقامة بالجوارح بالأعمال فالأعمال التي يعني لا يستقيم المرء عليها ينحرف وينجرف في أنحرف يمنة ينحرف يسرة المهم سيحدث له الانحراف في العمل فإذا حدث له الانحراف في العمل فلن يتم على الوجه المقصود شرعا وإذا لم يتم على الوجه المقصود شرعا فليس بمقبول لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما وافق شريعته أو ما لم يخالفها وقصد به وجه الله يعني تحررت فيه القلوب من الشرك وتحررت فيه النيات من مقصود آخر غير الله تبارك تعالى وتحررت فيه الأعمال من مخالفة الشريعة فلذلك الله لا يقبل من العمل إلا هذا ولهذا نقول نعم الاستقامة متعلقة بالقلوب متعلقة بالأعمال حتى متعلقة بالأقوال الأعمال ما يداخل فيها الأقوال لكن الأفعال أفعال الجوارح والأقوال أقوال لسان ولهذا في حديث الطبراني وهو حديث حسن إن شاء الله إن العبد إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان وفي ريوة تكفر اللسان فتقول له إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا استقم حتى نستقيم ولهذا اللسان يقول الكلام الطيب والأقوال الحسنة تستقيم به كل الجوارح ولهذا كان من صفات أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم شوف العلاقة بين الكلام الطيب وبين الاستقامة على طريق الله المستقيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم فالاستقامة جاءتهم بعد أن استقامت أقوالهم وما استقامت أقوالهم إلا بعد أن استقامت قلوبهم على الحق والهدى وبهذا تستقيم كل الجوارح بالتبعية والتراتبية نعم الجوارح كلها يعني داخل آلة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالقلب هو ملكها وهو رئيسها يعني نعم هنا لابد من السؤال عن العلاقة أو طبيعة هذه العلاقة المفترضة بين مفهوم الاستقامة ومفهوم الاستطاعة نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ربط التقوى بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لكن لم يرد هذا الربط والتعليق في موضوع الاستقامة هل ثمت هنا علاقة غائبة أو خفية بين الاستقامة والاستطاعة؟ بين الاستقامة والاستطاعة مثل التقوى يعني التقوى مرتبطة بالاستطاعة لكن هل الاستقامة مرتبطة أيضا بالاستطاعة؟ هي مربوطة طبعا بالاستطاعة لكن الفرق هو ربنا جل جلاله هناك في صورة العمران قال فاتقوا الله حق تقاته والراجح اندي ان ما فيش اي منسوخة منهم ولا حاجة ان الاثنين يعملان وهذه لها ميدانها وتلك لها ميدانها الذين قالوا ان آية التغاب النسخت آية العمران لا كلام بعيد فاتقوا الله حق تقاته لها ميدانها فلا يصح ان تخرج عنه واذا لم تعمل فيه تتعطى المعالم من ايمان في النفس وفي المجتمع فمثلا المرأة لا يصح ان تخرج الى الشارع متبرجة ثم تقول فاتقوا الله ما استطعتم واحد بالحضرتك القاضي الذي لا يحكم بشرع الله لا يجوز له ان يقول فاتقوا الله ما استطعتم الامام الذي لا يبلغ دعوة الله بالحق والصدق والهدى كما قال ربنا العالم العالم الذي لا يصنع هذا لا يصح له ان يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يصح ان نقول ان احنا هم صلي الظهر ركعتين عشان انا مش قادر انا تعبان او الخمس صلواتنا خليهم ثلاثة او الشهر رمضان نصوم خمسطاشة اليوم لا فهذا هنا فاتقوا الله حق تقاتي في الفروض الملزمة والاعمال التي ليست لها بدائل في الشريعة ايبقى فاتقوا الله حق تقاتي اما الاعمال التي هي من باب المندوبات الاخلاق والاداب والتي لها الاعمال عموما يعني نعم التي لها بدائل او التي هي من باب المندوبات هنا فاتقوا الله ما استطعت هنا فاتقوا الله ما استطعت انت لا تستطيع ان تقرأ في اليوم من القرآن خمسة اجزاء يقرأ ثلاثة يقرأ جزء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ووجهه وقال له عبد الله بن عمر يقول ان تزوج امرأة من قريش فانشغل عنها بالصلاة والصيام وقيام الليل فيعني شكته إلى المهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله صم وأفطر فقال له طب إزاي يعني قال له يا أخي صم ثلاثة أيام صم الثنين والخميس فقال إني بي قوة حتى وصل به صم يوما وأفطر يوم إذن هنا بدائل نعم لكن معذرة دكتورية أعز أشرح بس تفضل بعد إذنك فهنا فيه بدائل قال له طيب اقرأ القرآن في ثلاثين يوما قال له عندي قوة في خمسة في سبعة في ثلاثة لا تقل عن هذا إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع له البدائل وقال له يا عبد الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وفي رواية فقد هدي ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك أو فقد ضل على حسب الرواية المهم أن فاتقوا الله ما استطعتم لها ميدانها واتقوا الله حق توقاته لها ميدانها هل الاستقامة تكون على قدر الاستطاعة أيضا نعم تكون على قدر الاستطاعة ولذلك جعل الله لها البديل كما قدمتم في أول الكلام أن بديل الاستقامة السداد والمقاربة إذا لم تستطع أن تستقيم مئة في المئة على شريعة الله تبارك وتعالى ودي طبيعة الإنسان أن يسدد ويقارب ولكن الذي أراه أن شريعة الله تبارك وتعالى ممكنة بمعنى إن الإنسان إذا لم يستطع أن يقم بالواجبات لا يصح له أن يفرط بالفروض فإن التفريض في الفروض هي انحراف عن الجادة إنما الكسل في السنن هذا قد يكون مقبولا إلى حين يعني مثل الطائر الطائر الأصل في أنه يحلق في السماء فإذا هبط إلى الأرض إنما يهبط ليلتقط بعض الحبات ويلتقط أنفاسه ثم يعاود الطير فإذا ألف القعود في الأرض لم يكن طائرة وفقد صفته فكذلك العبد المستقيم إذا ألف القعود عن الاستقامة فقدها فلهذا ينبغي عليه أن يعود سريعا إلى سيرته الأولى ويخلع الذبذب والاضطراب والحيرة هذه فلا يركن إلى البداء الكثيرا لا يركن إلى البداء الكثير طيب دكتور يعني هناك بعض المسلمين وربما كثيرا من المسلمين يعني يدفعون الزكاة ولكن يبقى في أنفسهم شيء من كما يقال من التعلق بهذا المال الذي دفعوه وهناك قوم يصلون ولكن يقومون إلى صلاتهم بشيء من الكسل بشيء من التراخي ليس بعزيمة ولا همة ثم هناك من من الشباب المسلم من يعزف عن الزواج خشية عدم القدرة على الإنفاق لاحقا وإذا جاء الأولاد وكبرت الأسرة وإلى آخره يعني هل هؤلاء رغم إتيانهم العبادات والاستقامة الظاهرة عليهم هل هؤلاء جانبوا الاستقامة أم أتوها؟ الذي يعني يتعلق قلبه بالمال ورأوة ومع ذلك ينفقه ومع ذلك ينفقه لكنه متعلق لا يزال متعلقا به هنا عنده يعني سبب غير مشروع لكنه سبب طبيعي فكونه جاهد هذا السبب اللي هو التعلق بالمال غريزي نعم غريزي وجاهده وأنفق المال ولم يتبع شح نفسه فلا يلام لأن هذه الغرائز أنا وأنا صائم وجعد قد تذهب نفسي إلى الطعام هذا يدخل في الاستطاعة لا يستطيع أن يتعلق نعم فالاستطاعة هنا ألا أفعل هذا ألا أمشي خلف غريزتي وأن لا أستجب لها فإنما أنفق المال رغم تعلق به وينفقون المال على حبه مسكينا ويتيما فهو يحب المال لكنه ينفق هذه طبيعة في نفسه طيب دكتور حقيقة أربع من كبار الصحابة وهم الخلفاء الرشيدون يعني تنوعت أفهامهم وتصوراتهم لمفهوم الاستقامة معنى الاستقامة فمثلا أبو بكر الصديق وهذا يعني يستقرأ من سيارهم وحتى ذكروا ذلك أنه رأى في الاستقامة التوحيد جناب التوحيد بينما عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع قال الاستقامة هي الاعتمار بأمر الله والانتهاء وعمانها ثم جاء عثمان فقال الاستقامة هي الإخلاص أما علي فقال الاستقامة هي إتيان الفرائض والعبادات لله سبحانه وتعالى فالفريضة مقدمة على النافلة حتى لو كان في هذه النافلة بذل الجهد من النفس إلى آخره ما أهمية هذا الاختلاف والتنوع بين الصحابة في تفسير وفهم معنى الاستقامة في الحقيقة أنا لا أرى هناك اختلاف بين الأقوال لأن التوحيد ما المقصود بالتوحيد أبو بكر حينما يقول إن الاستقامة فاستقيموا إليه واستغفروه هل هو التوحيد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لازم هذه الكلمة لا المقصود هذا لازم هذه الكلمة ولذلك أنا أقول كثيراً إن لا إله إلا الله محمد رسول الله قيد للدخول في الإسلام لكنها ليست شرطاً للبقاء فيه قيد للدخول في الإسلام لكنها ليست شرطاً للبقاء فيه قد يغفر العبد وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تغني عنه شيئاً فلذلك هل أبو بكر يقصد بالتوحيد مجرد الكلمة؟ لا أبو بكر لا يقصد هذا أبو باكر يقصد إن الكلمة ولازمها ولذلك العرب كانوا يرفضون أن يقولها أن يقولون أن يقولوها لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها مقتضيات وتبعات فلذلك كانوا يرفضون قولها إنما في المجتمع المدني وجد المنافقون فكانوا يقولونها ويفرطون في تبعاتها كذلك قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقول علي يلتقيان في نقطة وهي الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى وترك ما نهى عنه سبحانه أما كلام عثمان ففيه إضافة في الحقيقة فيه إضافة وهو إضافة الإخلاص كل هذا معه إخلاص لكن الاستقامة هي الإخلاص؟ لا ليست هي الإخلاص الإخلاص جزء من الاستقامة أو صفة فيها إن الإنسان يحقق الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى وفق ما أمر ويجتنب ما نهى وفق ما أمر أيضا فالله تبارك وتعالى العبد يعني يفعل ما أمر الله وينهى وينتهي عما نهى الله عنه هل لغرض غير الله تبارك وتعالى أم هو لغرض لطلب مرضات الله؟ إذا كان لغير مرضات الله تبارك وتعالى فهذه ليست استقامة أما إذا حقق الفعل المطلوب وترك المنه عنه مع الإخلاص فهو بذلك مستقيم ولذلك أنا لا أرى يعني إن فيه تعارض بين إنما ربما تكامل فيها نعم هذا التنوع ما شاء الله وهذا فتح عليهم من الله تبارك وتعالى ولذلك يسمون إما راشدين مهديين موفقين نعم ربما حان وقت الحديث دكتور محمد عن مظاهر الاستقامة وتطبيقاتها العملية وكذلك عن ثمرات المتأتية من تحقق هذه الاستقامة على الفرد وعلى حتى المجتمع المستمبل لكن أبحث معك هذا بعد الفاصل لو أذنت لي نتوقف مع هذا الفاصل قبل العودة لمتابعة الحديث مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 1-1-1-4-2 عمودي وعبر القمر الصناعي نيل سات على تردد 1-2-83 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله بعودة لمواصلة الحديث في موضوع الاستقامة وثمراتها الفردية والمجتمعية والحديث دائما مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعات الأزهر أجدد الترحيب بكم دكتور يا مرحبا بكم أستاذي لا شك لأن لهذه الاستقامة وقد تحدثت كثيرا في تحرير مفهوم هذا المفهوم لكن الآن ربما نحن في حاجة للحديث عن مظاهر هذه الاستقامة في حياة المسلمين وتطبيقاتها العملية كيف تتجلى هذه الاستقامة في كل الصعود في كلام لسيدنا حذيفة رضي الله عنه يعني أراه من درر الكلام في هذا الباب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وعلي بن الجعد والبيهقي قال دخل أبو مسعود الأنصار على حذيفة أنت يعوده في مرضه فقال له اعهد إلي ويبدو أنه كان مرض موته فقال له اعهد إلي فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخصك ببعض الحديث فقال له حذيفة رضي الله عنه ألم يأتك اليقين يا أخي فقال وعزة ربي جاءني ليس عندي شك فقال بلى إذن فاسمعني إن أعمى الضلالة وفي رواية إن أضل الضلالة أن يعرف المرء ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف وإياك والتلون وإياك والتلون فإن دين الله واحد أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر يعني ما كنت تعتقده حراما ومنكرا خلاص أصبحت ترتكبه وما كان عندك حلالا وجائزا أصبحت تتجنبه فهذا من التلون فحذره منه إحذر التلون فإن دين الله واحد لا يقبل التلون ولهذا المجتمع المتلون وهو كثير ناس تحرم تحرم الحلال وتحل الحرام لكن الأكثر الآن أنهم تحريم الحلال عفوا تحليل الحرام والافتئات على الشريعة ومزاحمة النصوص الشرعية بالعقول الضالة الذين يعني ينادون بمساواة المرأة في الميراث ومساواة الرجل بالمرأة ومساواة المرأة بالرجل وبجواز الزواج المثلية وهذا الإفك والضلال يعني هو الذي يظهر الآن هو الذي يظهر الآن على السطح وخاصة في المجتمعات أما في الأفراد فالأفراد المسألة الفتنة عندهم وعدم الاستقامة والتلون والانحراف عن منهج الله تبارك تعالى يظهر في هذا الفروض الذي كان يحرص عليها أصبح مهملا فيها المبقات التي كان يبتعد عنها أصبح غير مكترث بها ولا بارتكابها ولا يتمعر وجهه حتى إذا سمع بها ترتكب في أرض الله وفي بلاده وعباده والأشياء الفضائل ومكارم الأخلاق التي كان يعني يحرص الناس عليها تلقاء وطبعة وطبيعة وديانة وخلقا وعادة وإلفا وعرفا أصبحت هذه الأخلاقيات غير يعني معتنى بها ولا مرعية ولا مصونة في حياة الناس أصبحت يعني انقلبت حياة الناس في الحقيقة أفرادا وجماعات ولهذا تجد أن الاستقامة غابت عن الفرد في كثير من الناس وفي كثير من مراحل حياته وصورها وكذلك غابت كثيرا عن المجتمعات الإسلامية في الحقيقة وهذه كلها نتائج طبعية لغيبة الإسلام وغيبة الشريعة فلا يصح أن يستقيم الناس ولا أن تستقيم المجتمعات مع غيبة الإسلام ولا يصح أن يطبب العليل بغير الطب وغير الأطباء هذا أمر مخالف للسنن ولهذا نقول صور الاستقامة في المجتمع هي موجودة أو نحاول أن نجدها من الشريعة حتى لو لم تكن موجودة في المجتمع ونجد أن الاستقامة تعصم من الفتن فحينما ترى أن هذا الإنسان مفتون اعلم أنه غير مستقيم الاستقامة تعصم من الفتن وتبعث على الحياة الطيبة أنت تتحدثون عن ثمرات الاستقامة دكتور ما كان سؤالي هو عن تطبيقات الاستقامة العملية مثلا في الحقل الطبي في الحقل العسكري في الحقل السياسي كيف تتجلم مظاهرها ليس بالضرورة كما هو كائن في العالم الإسلامي وإنما كما ينبغي أن يكون كما ينبغي أن يكون فأن نحقق ما يقوله الله رب العالمين في النفس وفي المجتمع وفي البيئة وفي الأسرة وفي الفرض وفي الكبير وفي الصغير وفي المرأة وفي الرجل وفي الآباء والأبناء في كل العلاقات الاجتماعية في كل العقائد في كل العبادات في كل التعاملات والمعاملات قيم العمل مثلا في قيم العمل المعاملات نعم المعاملات أوسع من عمل الموظف وقانون الموظف ويذهب متأخر أو يذهب يختلص وهذا موجود عند بعض المتدينين حتى أنه متسيب في مثل هذه الأمور لا يبالي لا بد للمجتمع أن يستقيم فإذا لم يستقم أتته سنة الله عز وجل فقال الله تبارك وتعالى في هؤلاء المفتونين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من هذا نعم حقيقة دكتور أوليدا أنا سألك كنت لو ترسم لنا صور من نماذج الاستقامة في حياة السلف سلف هذه الأمة واقع عملية لكن قبل ذلك أردت سؤالك عن الثمرات العملية المتأتي عن الاستقامة على المستوى على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المجتمعي ما أبرز هذه الثمرات والنتائج العملية بالنسبة للمجتمع أن المجتمع يكون في معية الله تبارك وتعالى ورعايته وكفالته فقال ربنا جل جلاله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق والماء هو سر الحياة وسبحان الله رب العالمين تراحظ هنا قدرة الله المطلقة وعلمه المحيط لأسقيناهم ماء غدق الماء إذا قل مات الناس عطشاً وإذا زاد مات الناس غرقاً فلابد أن يكون تحت هيمنة الله وقهره حتى يكون هو سر الحياة أو هو سر الحياة فلذلك إذا يعني ربنا جل جلاله سلطه على الناس أهلكهم وإذا منعهم إياه أيضاً ماتوا عطشاً فلذلك الله تبارك وتعالى جعل هذا السر فقال هو الذي فيه حياتكم وهو بيدي لن يكون عند أحد سواء وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ما معنى الطريقة هنا ديك الطريقة المستقيمة التي أنزلتها الشريعة نعم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها استقم عليها كما قال الله تبارك وتعالى له ولأصحابه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا يكفي أنت يعني لا يكفي أنت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانسدت الصخرة قالوا طيب نحن سنموت نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا له لكن كان مع كل فرد يذكر عمله الصالح ويتوسل إلى الله تنفرج الصخرة قليلا وفي الثاني تنفرج قليلا في الثالث انفرجت تماما فإذا متى رفع البلاء بعد أن استقام المجتمع اللوة الثلاثة هذا هذا صورة مصغرة للمجتمع الثلاثة فرفع الله عز وجل البلاء عن المجتمع فإذا غلب الشر المجتمع وانتشر فيه وعم الفساد لابد لهذا المجتمع أن ينال أن تناله عقوبة الله الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة كما قال ربنا جل جلاله هذا في المجتمعات ولذلك الأمر الثاني هو أن يخزى فلا ينصر إن ربنا جل جلاله نصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين لأنهم كانوا مستقيمين على شريعة الله محققين أمره تبارك وتعالى يقومون بواجب الله في نفوسهم وفي رقابهم وفي بلادهم وفي آبائهم وأبنائهم فاستقامت لهم الدنيا بأمر الله تبارك وتعالى واستقامت لهم الحياة واستقامت بهم الحياة أما نحن فانحرفنا فانحرفت بنا الدنيا وانحرفت لنا الدنيا فلم تستقم بنا ولم تستقم لنا فأصبحنا في ذيل الأمم وأصبحنا كما ترنا يعني كالكورة بين أقدام الأطفال يتقاذفها اللاعبون يمينا ويسرة كحيثما أرادوا فأما في الفرد الفرد في الاستقامة أن هو وقد تكون أيضا هذه مع الجماعات يعني أن يدرك أنه يدرك بالاستقامة الفوت إحنا أعمرنا قليلا والمطالب عندنا كثيرة والوظائف بالنسبة لنا كثيرة جدا الذي ندرك به سبق من سبقنا وفوت ما فاتنا من الأعمال الصالحة ونضم إلى أعمارنا أعمارا أخرى وأياما أخرى لم نعشها ونضم إلى سجلاتنا من الطيبات أعمالا صالحة قد لا نفعلها هو بالاستقامة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم المسدد إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر يدرك هذا بحسن خلقه وكريم سجيته صلى الله عليه وسلم فلذلك المسدد هنا بمعنى المستقيم إن المسلم المسدد يعني المستقيم فإذا استقام العبد شوف أدرك بحسن أدرك بهذه الاستقامة درجة الصائم قد لا يصول لكنه باستقامته أدرك درجة الصائم الذي لا يفطر وأدرك درجة القائم الذي لا يفطر وهو قد لا يقوم لكنه باستقامته قد تقول كيف استقامه ومن غير صيام النافلة ومن غير صلاة النافلة يا أخي الاستقامة أمر قد يقع في قلب العبد فيتصل بالله وهو في الأسواق ويضرب وهو في الأسواق ويتصل بالله وهو يمشي في الشارع بين الناس فالاستقامة هذه أمر يصل العبد بربه تبارك وتعالى ويجعله موصولا به في الحركة والسكنة ويراقبه يرعاه يعمل لحساب ربه تبارك وتعالى يقدر الله حق قدره فلذلك كانت الاستقامة يعني توصل العبد إلى هذه المقامات العلية وتوفر له الأعمار وتوفر له الأجواء قلت إن الاستقامة عصمة من الفتن وليست هناك فتنة من أعظم ما ينتظر العبد بعد الموت ولهذا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الموت مفترق طرق وأن تقادم على مجهول فإلى أين تسير وما وراء الموت وما الذي وراء الموت ينتظرك وما يعني وماذا تصنع في من خلفته من أولاد وزوجة وضياع وأموال وكيت وكيت من لدي سيجري فيهم فالله تبارك وتعالى هذه الأفكار المتلاحقة في الخوف من المستقبل الذي تقدم عليه وهو مجهول بالنسبة لك والحزن على ما تفوته من أولاد صغار وضياع وكذا قد يضيعون فالله تبارك تعالى هنا يطمئن أهل الاستقامة وعند الممات وينزل عليهم الملائكة ويقولوا لا تراعوا لا تراعوا لا تخافوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هذا تطمين للمستقبل المجهول اللي انتوا خايفين منه لا ما تخافوش وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فلا تخافوا على ما تركتم ولا ما خلفتم وراءكم فنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إذن طمأنوهم على مستقبلهم وأمنوهم على ما خلفوا وراءهم فلذلك الاستقامة عصمة من الفتنة وعصمة من الاختيارات المترددة ولهذا هي ضمان للحياة الطيبة كما ذكرت وهي نجاة من المنبقات العبد إذا استقام عصمه الله عز وجل من المهلكات والمنبقات والذنوب والمعاصي تقول وهل المعصية ضد الاستقامة؟ لا نعم دكتور حقيقة الوقت يضرقني لكن أردت أن أسألك في هذا السياق لو بإيجاز الإيمان وقر في قلوب الصحابة واستحكم منهم وحتى أن الاستقامة تحققت في أكمل مظاهرها في حياة الصحابة هذه الاستقامة التي تحققت كيف انعكست عمليا فيما روح على الأرض في أحوالهم الفردية وحتى المجتمعية بإيجاز من فرد بإيجاز أنك تنظر خلفك فترى أن الإسلام الذي كان مخنوقا في مكة والمدينة وفي الطائف وكذا قد خرج إلى العراق والشام وفارس والدنيا كلها هذه ثمرة الاستقامة نعم ومع هذه الثمرة يمكن وصلنا إلى الختام أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد أنور البيومي في ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام لا يسعني لأن أشكر دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر كل الشكر لكم في حراسة الله شكرا جزيلا